اللافت أن هكستين لم يبلغ الجانب اللبناني لا بنتائج محادثاته في إسرائيل حتى أنه لم يتواصل مع المسؤولين اللبنانيين بعد إنهاء محادثاته ربما إذا سيفعل ذلك عندما يصل إلى بلاده في سياق متصل وبالنسبة لتحديدا ما يحكى عن موقف حزب الله من القرار 17-01 بحد ذاته وبأن حزب الله أبلغ المعنيين بموافقته على تطبيقه أوضحت المصادر المقربة من حزب الله أيضا ما يلي أشارت قبل اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله بيوم واحد أبلغ نصر الله رئيس مجلس النواب نبيه بري موقف الحزب الذي كان يقبل به وهو على الشكل التالي وبالتراتبية التالية الموقف هو أولا وقف إطلاق نار ثانيا تطبيق القرار 17-01 بما يضمن أمن وسيادة لبنان ثالثا انتخاب رئيس للجمهورية رابعا فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة بعد ثلاثة أسابيع من الحرب لم يكن لدى الحزب أي مشكلة في هذه النقطة فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة بعد ثلاثة أسابيع من الحرب ولكن في اليوم التالي اغتيل نصر الله وبالتالي مع اغتيال نصر الله جمد حزب الله موقفه هذا صحيح أنه جمده منذ تلك اللحظة ولكن تؤكد المصادر أنه لا يزال تحديدا عليه فيما يخص نقطة تطبيق القرار 17-01 بما يحفظ أمن وسيادة لبنان تحديدا من دون زيادة أو نقصة كانت هذه هي المعطيات المتوافرة لارا عن 17-01 عن وقف إطلاق النار وعن كل ما يتردد عن قرب الوصول إلى اتفاق لإطلاق النار تحديدا في القريب العاجل أو قبل الانتخابات الأمريكية